بص له كده هو شهر سللأ مبين سنانه وبص للكلب ومليان بنية القتل وبص للكلب الهادي ده يبقى ملكهم واقواهم مش مهم نوع الكلب ايه كله لازم يستسلم لي ده كان اشرس كلب لالاف السنين مش احداهم الفيلم وايت جاد واحد وثلاثة من عشر مليار مشاهد يعياته عليه البنت دي ربت كلب لو نبني الكلب اسمه حلو قوي دخوا اكتر حاجة بيحبها الكلب هو انه يقعد جنب صحبته البنت عايشة مع والدتها ليزا وزوج والدتها ديفيد مع بعض في اليوم ده الام كان عندها شغل وسفرت وثابت بنتها لديفيد زوجها ديفيد بيكره الكلب والمبنى اللي هو عايش فيه مش بيسمح بتربية الكلاب بس البنت برضو اصرت وجابة الكلب كان كره وعايزها تمشي البنت عانت لحمتها عشان تأكلها للكلب الاب عرف وهزقها عليه تاني الاب كان رفض تماما يسيب الكلب ينام في القوضة اخد وودا الحمام الضلمة والمية خلته ينبح الاب تعصب مش عارف ينام البنت عزفت على اكتر آلة بيحبها الكلب قعدت مع الكلب يوم في الحمام تاني يوم جي ناس من صياد الحيوانات في ناس بلغت ان عندهم كلب وتربية الحيوانات هنا لازم يدفع لها دريب وقالوا له لو مش هتدفع هناخد الكلب البنت خافت الاب يرمي الكلب ليهم وهي رايحة المدرسة اخدت الكلب وهي بتتمرن على الترمبيت اللي بيحبها الكلب سمع الترمبيت وبدأ ينبح قعد على الارض يناديها الاستاذ تعصب واثر يفصل البنت من المدرسة الاب لما عارف كده تعصب جدا وقفل على البنت في العربية ورمى الكلب ومهتمش بيه ومشي الكلب مش فاهم ايه اللي بيحصل وبدأ يلحق العربية ولزق في الازاز وعمال يهوهو بس الاب مهتمش ومشي بالسرعة القصوى والكلب وراء لحقهم برضو لحد ما السيارة بعدت الكلب ملحقهم ومش برضو صاحبته مشيت بعيد وهو مش عارف يعمل ايه وهو بيعدي طريق كان هيتخبط كتير بينامجا بانقاط بيوت لانه جعان جدا دخل محل لحمة عايز ياكل اي حاجة بس صاحب المطعم منعه اخد السكينة وكان هيدربه والحصن الحظ جيه كلب في الوقت ده لفتنظره الكلب والكلبة خرجوا راحوا الحتة كده ده مكان تجمع الكلاب المتشردة كان مفكر نفسه عضو جديد معاهم تاني يوم جيه صياد الكلاب وبدأوا يستضوهم وتمسك منهم كتير جدا ودخو في ال الكلب والكلبة جدا جريه والصيادين ملاحقينهم برضو راح لبيت واحد متشرد والمتشرد اخده الكلب فكره الراجل طيب فكر انه بقى عنده صاحب جديد بس المتشرد مسك السلسلة وبدأ يخنقه والبنت بتدور على الكلب كل يوم من ساعتها ماشي عمالة نادي عليه في كل حتة حتى انها عاملة اعلان عنه المتشرد بقى على الكلب البيع كلاب مدرب الكلاب اول ما شاف اخوان اشترى الكلب بمتين دولار مدرب كلاب للمسارعة عايز يدربه عشان يكسب منه فلوس وعمالة صحي غري ومش بيأكله عشان يخليه يستطب بنفسه كمان وجاب له جهاز تدريب للجري في اليوم ده اداله بنج واستخدم جهاز لتسنين اسنانه ومن هنا الكلب ما بقاش لطيف بتاع زمانه وبقى شرس جدا عينه مليان ابنية القتل والغضب بقى شرس لدرجة لا توصف كان بيبين انيابه زي الاسد وفي مسارعة الكلاب المدرب اختار له اشرس خصن بدأ الخناق والارض غرقانة بدمهم واخيرا في الجولة التانية الكلب قتله قعد يبص للكلب اللي قتله وهو من نفس نوعه واكنه رجع لوعيه تاني تعابيره كان باين عليها انه مجروح من حاله ده وفجأة الكهرباء قطعت الكلب استغل الفرصة وهرب عايز يسيب المكان ده عايز يروح لصحبته والبنت هنا جالها كآبة القب شاف حالتها بقت عاملة ازاي فقال لها هجيب لي الكلب تاني بس البنت مش موافقة هي عايزة كلبها عايزة الكلب اللي بيحبها اكتر من نفسه والكلب رجع لمكان المتشردين تاني وصحبته كانت جنبه هنا وكانوا عايشين مع بعض بس الصياد الحيوانات مسكوهم برضو اخدوا لملجأ الكلاب بس اكتشف حاجة ان اول ما الكلاب بتكتر بيقتلوا منهم شوية وهنا الكلب كره البشر بجد طلع وعده جامد الكلاب لقيته شارس قوي كده فاتشجعه وهربه ومن بعدها الكلب اخوان بقى ملكهم وكان فيه بنت على الباب بتمنعهم تعابيره كانت زي الملك بالزبط كان عمال يبصلها باحتكار وامناطط من غير ما يبصلها والكلاب لحقته وماله الشارع كله وخرج هنا مجموعة من المتوحشين عايزين ينتقموا عايزين يردوا كل الجروح اللي سببوا البشر ليهم عايزين يعقبوا البشر اللي خليهم يسيبوا بيوتهم البنت عرفت الخبر وقالت ممكن تلاقي الكلب ركبت العجلة وراحت بس ويعت على الارض والازاز عورها وبالليل الكلب لقى بيع الكلاب اللي اصطاده قبل كده بيع الكلاب برضو ما استسلمش وقال انه ممكن يكسب تاني الكلب تعصب جدا والكلاب كلها جات من وراه والبيع اخد حقه تاني ده مدرب الكلاب هنا لما روح لقى كلاب كتير هنا اخد السكينة وكلب نط عليه وبسرعة مسكوه على الارض والملك جي من وراه وكان بيبص للمدرب بانتقام وكرهه والكلاب بتجري ودلفت انتباه الشرطة برضو وقتلوهم واحد وراه التاني الملك لقى فيه خطر ام غير طريقه وكان فيه عدد لحصرة لهم من الكلاب الميتة وهنا البنت وراه صاحبة الكلب عشان تحاول تلاقيه ظهر شرطي وقتل الكلب الكلب مات وكمل تاني ودرب نار والملك اتشاف تاني من الشرطة فضربوا نار والملك هرب وبعدها جي كلاب كتير عليهم وكانوا زي الديابة عرفت ان كلبها بيقزي البشر اللي قزوه البنت خافت على ابوها خايفة ييجي ينتقم من ابوها راحت لابوها على طول وفعلا قبلت كلبها هنا الكلب راح لها البنت اخدت عصايا ورمتها عايزة تلعب معاها زي زمان الكلب بصلها وما تحركش عيطت وقالت له يروح يجيبها وفجأة جات الكلاب وراه البنت رجعت لورا والملك واقف لوحده مش بيتحرك بصت للكلب وقعدت تعيط الاب طلع بمسدس نار وقال لها تخش والكلاب عملت هوهو وقك انهم بيطلبوا من الملك يدي امر بالهجوم في الوقت ده البنت طلعت ترمبيت وعزفت له وتعابير الملك رجعت زي ما هي قعد على الارض وبصلها بهدوء وبعدها نمع على الارض يسمع والكلاب اللي وراه قعدوا كمان ورجعوا الكلاب لطيفة تاني وهي كمان قعدت على الارض وبصت له وهي بتعيط والملك برضو بيبصلها الاب تأثر من المنظر ده راح وقعد هو كمان معاهم والفيلم خلص بجد بقى لو انت مش قادر تربي كلب ما تربيهوش وترميه في الشارع كده لو حبيته بقى لايكو متابعة